تتخذ وزارة الداخلية بمختلف إدارات داخلية كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والترتيبات الأمنية بدءاً من غرفة العمليات الرئيسية غرفة العمليات الرئيسية دائماً ما تكون على هبة الاستعداد خلال أيام عيد الأضحى المبارك تولي هذه المناسبة أهمية قصوى من خلال استقبال البلاغات والمكالمات على مدار 24 ساعة وتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة مواقع صلاة العيد ومراكز التسوق والشوارع العامة والأماكن الترفيهية وذلك بهدف بذل الطمانينة وتقديم المساعدة لكفة مرتدي هذه الأماكن من مواطنين ومقيمين وزوار كما تعمل الإدارة العامة للمرور على رفع مستوى الجاهزية في الأعياد والمناسبات بسرعة استجابة لأي حادث أو طلب مساعدة بأعلى درجات الكفاءة والحرفية الإدارة العامة المرور اتخذت كافة التدابير والترتيبات الأمنية استعداداً لإجازة عيد الأضحى المبارك وذلك بتواجد الدوريات المرورية وإقامة الحملات التوعوية لضمان إنسابية الحركة المرورية ولتفادي لازدحام المروري وتنصح الإدارة العامة مرور كافة مستخدمين الطريق التقيد بالأنظمة القواعد المرورية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة حفاظاً على سلامة جميع مستخدم الطريق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في ذات الإطار تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على النهوض بمسؤوليتها وتخذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال قرفة العمليات في عيد الأضحى المبارك كعادتها في استقبال البلاقات وتحويلها إلى أغرب مركز للتعامل معه بالشكل العاجل والمطلوب أما مكتب العلاقات العامة يقوم بدوره التوعاوي من خلال التوزيع المطويات والبروشورات على مختلف برك السباحة في مملكة البحرين بسبب كثرة مرتاديها أثناء عطلة العيد بالنهاية عيد آمن على الجميع بإذن الله تهدف هذه الجهود والخطط الأمنية إلى حفظ سلامة الجميع على مدار العام بما فيه من مناسبات وأعياد تتطلب أداء أمني متكاملا وعلى مدار الساعة كما يعد التعاون المستمر بين الرجال الشرطة والمجتمع نموذجا لشراكة مجتمعية فاعلة تسعى لتحقيق الأمن الشامل وكل عام وأنتم بخير